السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم عنا جهاز ايفون 7 بلس. بدنا نعمل له جيلي بريك للجهاز. العملية اللي راح اقوم فيها تنفع للاجهزة اللي شغالة. والاجهزة اللي مسكرة اي كلاود وانت لسه بدك تشتغل عليه عملية تخطي او ما شابه. طبال البرامج اللي انا بشرحها واللي شرحها بالقناة اا ما فيها جيلي بريك للاجهزة اللي يعني ما بنعمل عملية جيلي بريك نهائيا خلال العملية. ولكن في ناس سألتني على موضوع جيلي بريك للاجهزة. فراح نشرح كل الاجهزة بالطريقة عمل جيلي بريك لها كل جهاز لوحد. اول شي عنا الادا راح ترك لك اياها مجانية. ما ترك لك اياها موجودة بالوصف. تفتح الادا. بالشكل هاد. تفتح معك الادا بالشكل الكامل. واختارت لحالها. اا الجيلي بريك. في عندك روتلس وفيه روتفل. فانت بتختار حسب انت اللي بتاكير. بعدها مباشرة. اشيل الصح من يو اس بي دي كي. واعمل التعيم. هون الجهاز راح يدخل معي في وضع. الريكافر يموت. مجرد ما دخل بالريكافر يموت. دخلو في وضع الدف يموت. كيف دخلو? خفض الصوت والباور. لما تطفي الشاشة بدي اعد للتلات وارفع ايدي عن الباور. كل هاي العملية لازم اعملها بعد ما اعمل ستارت. بضغط خفض الصوت. وبعمل ستارت وبضغط الباور. بعد واحد اثنين تلات. وبارفع ايدي عن الباور. وانا ضاغط خفض الصوت. دخل معي الجهاز في وضع جيل بريك. وبلش ياخد العملية. زي ما شايفين اخذ الجهاز جيل بريك. والان نقوم بعملية كمال الملفات. عطاني ولكن مننتظر الجهاز لغاية ما يفتح. كيف بدي اعرف انه الجهاز اخذ جيل بريك بشكل صحيح. عن طريق اداة ثريو تولز. ولكن اداة ثريو تولز ما بتفتح والاداة فاتحة. فلازم تسكر هاي الاداة وتفتح اداة ثريو تولز عشان تفتح معك. لو جربت تفتح ثريو تولز وهي فاتحة ما رح تفتح معك الاداة. هنا العملية ما تمت. ما انها ما تمت فلازم اعيدها. رح تلاقي انه نسبة عملية الجيل بريك عشان تعملها اغلب المرات من تاني محاولة. يعني من تاني محاولة لا تنفع معك. مش من اول محاولة. والان نعمل التالي. مش بالضروري من تاني محاولة. ولكن في اجهزة بتاخد من تاني محاولة. مش من اول محاولة. انا تالتة ما صارت معي. ولكن الثانية اه. نضغط خفض الصوت. نضغط ستار ثم نضغط الباور. واحد اتنين تلات. نرفع ايدنا عن الباور. من ضغطين على خفض الصوت لوحده. دخل الجهاز في وضع دفيو مود. ولشات العملية. انا بحكي لكم عن هاي الشغلات عن تجربة يا جماعة. لانه اه ممكن تشاهد فيديو على اليوتيوب. بعطيك المقطع اللي فيه العملية تمت بدون اه بدون اه يعني من اول مرة. هي لا مش شرط من اول مرة. نعمل. نشوف العملية تمت. نعمل done. ويت. نروح. نفتح. الا ده. زي ما شايفين. الجهاز اخذ جيل بريك بشكل كامل. يعني صار جيل بريك. جاهز عليه جيل بريك. يس. الجهاز فاتح بشكل طبيعي. هذا كان الفيديو اليوم. نراكم في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.